بعد الارتفاع الكبير لأسعار السلع الزراعية جاء قرار الحكومة العراقية بفتح أبواب الاستيراد أمام المنتجات الزراعية لمدة ثلاثة أشهر معفاة من الرسوم القمرقية الأمر الذي من شأنه أن يسهم بانخفاض أسعار الخضروات المحلية قرار رحب به العراقيون بشكل عام وخصوصا أصحاب الدخل المحدود بعد تقرار الحكومة العراقية الأخير بفتح الاستيراد الخارجي لخضروات بسبب شحتها وقلة الانتاج المحلي وبالتالي سينعكس إيجاباً على المدخول وعلى الأسعار لدى المواطن العراقي الإخيار سب ألف ونص البتيت ألف ونص البيتنجان ألف ونص البصة البلف لأن المواطن الصاحب عائلة شي يقول والله كل ما يسوق أقول الله يساعد اللي عنده خمس جهال الله يساعد القاعد يجار الخطوة الأخرى التي يتوجب على الحكومة القيام بها وبحسب مختصين يتوجه إلى دعم الفلاح العراقي حتى يتمكن من الانتاج الوفير بأسعار زهيدة لا تثقل كاهل المواطن الكادح فالفلاح اليوم يحتاج وبشكل كبير دعماً من الحكومة العراقية اليوم عليها أولاً أن تعيد الثقة بينها وبين الفلاحين حتى يبدأ عملية الزراعة من ناحية ثانية عليها أن تقدم بعض الدعم بعض الإعفاءات بعض التسهيلات وبعض الامتيازات للفلاحين حتى يستطيعون أن يزرعوا ويسدوا الحاجة المحلية ربما يصل إلى المرحلة تصدر خاصة وأن الدول المحيطة بعراقية أيضاً تعاني من مشكلة الأمن الغذائي ربما يكون عراق مصدر أو سلة غذائية للمنطقة خطوة وصفها خبراء الزراع إيجابية شرطاً يرافقها معالجات مستمرة لأزمة الزراع المحلية وتوفير الإمكانيات اللازمة التي تتيح للفلاح العراقي فرصة الزراع بوفرة حتى لا يضرب المنتوج الوطني ترقبوا لانخفاض أسعار الخضروات مع فتح باب الاستيراد أمام السلع الزراعية خطوة رحب بها البغداديون بعدما أنهكهم ارتفاع أسعار الخضروات والذي ارتفع إلى أكثر من ضعف من بغداد محمد فراس قناة التغيير